تمكنت حكومة سلطنة عمان اليوم من سداد جزء من القروض بنحو مليار ونصف مليار دولار أمريكي قبل موعد استحقاقها كما قمت في الوقت ذاته بتخفيض معدل الفائدة لبعض القروض من خلال التفاوض مع المقرضين ونتج عن ذلك الحصول على كلفة تمويل أقل من أسعار التمويل السائدة حاليا بالإضافة إلى استمرار المؤسسات العالمية والإقليمية ضمن المقرضين مما يؤكد متانة المركز المالي لسلطنة عمان وقامت الحكومة بسداد عدد من الالتزامات والتي تقدر بنحو مليار ومائة مليون ريال عماني دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها لينخفض حجم الدين العام إلى نحو ستة عشر مليار وستمائة مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بسبعة عشر مليار وسبعمائة مليون ريال عماني المسجل بنهاية عام 2022 وأكدت وزارة المالية أن الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في كلفة خدمة الدين العام والفوائد المترتبة على التمويل والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي أي بنحو ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون ريال عماني وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل الأمر الذي من شأنه أن يمكن الحكومة من استغلال هذه الوفورات في جوانب ذات أولوية وتأتي هذه الإجراءة في إطار المراجعة المستمرة للمحفظة الإقراضية وتكاليف التمويل المطبطة بها وعزم الحكومة على خفض معدل الدين العام من خلال الاستفادة من الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية